مهندس والمختص في المناخ حمدي حشيد حمدي حشيد مرحبا شكرا لك على قابل دعوة مرحبا أهلا بك ليس كسائر دول تعيش تونس على وقع التغييرات المناخية وما تطرحوا مننا مخاطر وانعكاسات صحية نحن حكينا فيه برش حكينا فيه برش على وياك حكينا في الماء حكينا في المخاطر الآن البنك الدولي قاعد يقول يا تونس أعطيني مشاريعك في علاقة بالمخاطر المناخية ونراني قادر نمشي معاك الآن الكبرى المناخية على تونس اليوم شنوى حمدي حشيد حقيقة الياس هم برشة مجموش نحصرهم في لا نخلينا على العائلات الكبرى الممكن تهدد مباشرة هذا هو سؤال لأن الحاجات المتعلقة بالماء وارتفاع درجة الحرارة هي على رأس الأولويات ماء وارتفاع درجة الحرارة نحكي على موجات الجفاف نقص المياه وتأثيره على الفلاحة والأم الغذائي والمشهد اللي ممكن كنا عايشينه تقريب سنتين الغرين في نقطة ثانية ممكن نشوفوا الارتفاع منصوب مياه البحر معناها التعديدات اللي شكل على سواحل التونسي تقريب فما ثمانية مليون تونسي يسكنوا على أقل من ثلاثين كيلومتر من الساحل معناه فما دول حتى المناطق الساحلية سنفل حتى خمسين كيلومتر في العمق معناه هذا تقريبا معناه هذا تقريبا وهذا على خطر الثلوج قعد تدوب في المناطق الثالجية وارتفاع منصوب المياه في البحار خلينا نقولوا رقم معناه كل عام رقم مياه وخمسين مليار طن يذوبوا يمشوا في البحار وشنين بشي سير بعد انهم يذوبوا يمشوا في البحار من نتيجة ارتفاع درجات الحرارة طبعا فما تحتثيل اللي في ديلاتاسيون تغميكا وتمدد الحرارة للمياه بشي سير ارتفاع تدريجي معناه المياه البحر لذيكا في مناطق لطوطة برمخورة مش نستفهم هتنقولوا لي مثلا المناطق كيما فينيس في إطاليا مهد مهد بالانقراع معناه مش مهدكة تولي معاتش موجودة وانه بعض المناطق الأخرى كيف كيف على ذفاف المتوسط ولا غيره اللي هي تكون مناطق موجودة على السواحة مهد زلك ذلك بارتفاع منسوب المياه فما ممكن تقريب تختلف الدرجة تشد من منطقة الأخرى لكن فما نحكي خلينا مثلا جاكرتا عاصمة اندونيسيا اللي ممكن عاصمة الأكثر من عشرين مليون سيكن تقريب حاضرة ميجابول كبيرة قاعدة تغرق تقريب كل عام قاعدة تغرق بحر ماني قاعد يقدم معنا فما حياة كامل وقاع أخلاقها معنا متخوفين شنية صار معنا ننقلوا العاصمة إلى منطقة أخرى كهو معنا مش حالي بشي شهدوا عاصمة معنا في بورنيو في كريمانتان غتي معنا بشي شهد عاصمة أخر هولو مليه معنا العاصمة جديدة متاع مالديف معنا القطر مليه العاصمة كيف كيف قاعدة تغرق معنا عاملوا عاصمة أعلى بمتر غزيرة صناعية كل دفنت معنا بشي أسوفاء العاصمة جديدة مشروع موسي معنا الموجود في البندوقية الحمايتها تقريب فينيوز من الغرق مشروع الدلتا معنا الموجود في قبل السواحل الهولندية هامبورغ في ألمانيا فهم العديد العديد والعديد معنا الإسكندرية اللي شفنا المد البحلي اللي صار عمناول تقريبا في فصل الشتاء معنا التأثيرات تقدم ميها البحر معنا هذا كل قاعد يهدت بختار معنا نرجع لتونس عن كل ما يهم الماء والارتفاع درجات الحرارة إلى جانب دونقنا المشاكل شو العنوين الأخرى للتهديدات الكبرى الأخرى فمن الكوارة الطبيعية الأخرى اللي ناجع معنا المجموعة كومبينيزون من الفاكتورة ما معنا بشنا تحصل الكوارة طبيعية كما العصير اللي شفناها ممكن تكون أمطار طفنية درجات حرارة معنا تكون فترات طويلة جدا درجات حرارة فوق المستويات العادية معنا هذا ممكن تقريبا العنوين الكبرى فما الأخرين لكن هذا التقريبا اللي هددنا نحن كتونس مناول مخاطر اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم تونس كيف تنظر إلى هذه المخاطر على حد تقديرك شوفه فما دراسات فما جهوزية فما حديث فما تناول الموضوع لكن على الأرض هذا الواقع ما يحدث يصير هذا مهم التوقعات ما نشوفه الآن تشيد البنية التحتية في تونس والخطط فما تقريب خريطة نشرت الفترة التالية نوجه تحيل صديقي مهدي بالحاج ومحمد علي البريكي اللي نشرت الخريطة هذه تقريبا ماش موحبت آخر اتصال بارح مهام ماش موحبت ماش موحبت ما نختار أكبر من اللي تنشر يقولك من هنا إلى 2050 الياس ما نحن مهديا مش نفقده 250 كم مربع من التراب التونسي نتيجة الارتفاع منصوب منها البحر ورقم هذا ممكن يرتفع ونهنا 250 كم مربع نحكيه ثلثين ثلثين ولاية تونس العاصمة ممكن ترقض تحت البحر من هنا إلى 200 نحكيه حتى أكثر من هنا 2050 غدوة ثورة نحكيه على البارح 13 سنة تالي غدوة لحكيه كيف كيف من هنا إلى 200 مساحة قد ولاية المنستير نحكيه على ألف كم مربع ممكن يرقد تحت سطح من البحر تهديدات تختيرها تقريبا فما العديد من الأقام تونس كل عام تخسر ما بين 3 مليماتر 4.7 اللي بحرق يرتفع ونحكيه على شريط ساحل أقل شوية من 2300 كم لي 1300 2300 أقل نحط 3 مليماتر أو 4.7 على طول الساحلة ونحكيه المساحات قد نخسرها المشكل ليس هنا بارك ما لبحرك يقدم وليس يقدم واحد يقدم على حساب المواعد الجوفية معنات على المياه العظبة التي قلت تتملح تدريجيا ثم استعمال مفرط الفلاحة وزيد معها تقدم المياه البحر قاد المواعد تتملح هنا معناها فما اختر كبير على المناقة الفلاحية الساحلية منظومات الانتاج الفلاحي القريبة من الساحل قاد هي في حد ذاتها مهددة وهنا نحكي الوطن القبلي كاليفورنيا تونس في الانتاج الفلاحي في المواد وفي الوفرة وفي التنوع كلها قطاعات بيتة مهددة بهي هنا هذا شي يحيل على تفكير استراتيجي يحيل على لكن خلينا نمشي أنا للسواحل ومن بعد نمشي للحلول المقترحة وللتفكير المشترك وإلا كيفاش سياسة العمومية تنسجم على هذا الكل على خاطر عندك زادة في نفس الوقت تحديات في علاقة بالطاقة وتحديات في علاقة بالفلاحة والكل بربط ببعض السواحل التونسية كيف حوالها نعطيك ثلاثة رقم قلنا السواحل التونسية قل شوية من الفين ثلاثمائة ألف ومية وخمسين منها مهد مهد كيف نقوله بطريقة متفاوتة لكن ثلاثمائة وستين مهد بشكل كبير ثلاثمائة وستين كيلو متر مهد بشكل كبير الدولة الحد الآن بالقروض بالامكانيات بالدعم الأجنبي بالهبات بالمنح بالتجنيد كل شيء معنا الوكالة شريط السياح المجندة كلها معنا الحماية تحمينا خمسين كيلو متر فقط ثلاثمائة ستين الباقي مزال بار شعمل تكلفة حماية كيلو متر واحد مهد راه مبين مليار لثلاثمائة مليار هاته مبين مليون ثلاثمائة نحكيو على ثلاثمائة مهد تقريبا مباشرة إلى جانب الأخرين يجبهم زادة سيانة هذا ما نقاو أرقام كبيرة والرقم تقريبا تقرير نشره بنك الدولي في واحد ديسمبر يقول لك تونس لالفين وخمسين يصير تدخل الناجع فورا واحد فاصل ستة مليار دولار ما يعادل خمسة مليار تونسي خمسة مليار تونسي مهدين نحنا بش نخسرهم نتيجة ارتفاع منصوب من البحر هذا كله ينظاف شوف للليحة طويلة تعجفة ماهو أمراض السواحل التونسية خاصة مثلا 300 كيلومتر ماهو الأمراض الأساسية وصخ أو سيخ معناه ماهو المرض الأساسي وفهم التقدم الطبيعي وفهم كيف التمدن السريع والإنشاءات العمرانية التي صارت على طول السواعل إنسان يطبع وليس تلس تخو عنده جاذبية طبيعية للبحر بالتالي البنية والإنشاءات البنية التحتية البنية السياحية البنية الميناء كلها موجودة غاديك هذا كله يكون على حساب استقرار فهم منظومة سيكل بتاع البحر والشط فهذه وقت ما يقع شي احترام طبعا البحر بشي يخذ حقه بشي قد يقدم هذا ممكن ظهر هذي تدفق فهم الانجير في البحر ممكن تدفق بتحت ما يقع يصير مارتفاع درجة الحرار ونحكي راه مليارات الأطنين من الثلج قاد الضوب تونس تعتبر المتضر لكن فهم دول المتضر مقرم تونس نحن حكينا ما بين 3 إلى 4.7 مليمتر كل سنة معنا في سيسما طالن بيتش مثلا في فلوريدا الولايات المتعة الأمريكية يحكيو على 71 مليمتر رقم كبير جدا معنا في دولة عند الإمكانيات لك مع ذلك وقفة عجزة على حيان على حماية جزء من 7 نحكيو على معركة مع الطبيعة نجب تتعارك مع الطبيعة وتهيئة لشريت ساحي للأبال في تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج حماية شريت ساحي للتونسي في تار تعاون بين تونس وألمانيا بكل فتنهز 83.5 مليون دينار البرنامج بين سوسا الجنوبية وسقان سو المنستير وسواحل الشمالية الشرقية لجزيرة جربة إضافة إلى أعداد دراسة حماية سواحل منتدة من بنخيار إلى يسمين الحمامات ستنتخفى تيتاناسك نحكي على عمل جبار معناها لا يلزم عمل لسنوات وسنوات وسنوات اليوم مؤسسات الدولة كمؤسسات عمومية عندها اليقظة الكافية على حد تقديرك لتقدير المخاطر وإلى لمجابهة هذه المخاطر وهو فما خلايا رصد تقريبا قاعد تعمل في عمل ميداني جبار هذا ما حاجة ما نجمنا كل حق نحقها معناها معناها نعرف لو يتعمل من الثمانينات مش منتاو فما معناها حتى تجارب نموذجية معناها يعادة شاطئ رفراف تقريبا في الصور التي كنا نشاهدوها قبل معناها تقريب تقدم ولا على حافة من المناطق الساكنية تقريبا وقع التدخل ضخوا نص مليون تن من ريمال معناها مش عادوا وشاط رفراف 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 هذا تقريبا قاعد لكن هذا ليس مش 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 في الامكانيات الكويدة البشارية أو الخبر المعرفية الامكانيات التقنية والاعتمادات المالية الكبيرة في ظل واقع معناها اقتصادي متأزم تتعارك مع الطبيعة وهذا معناها مش دائما معناها فما جولات معناها ممكن كسب الانسان ضد الطبيعة لكن على الطول معناها هذا عمل صعب جدا معناها مش نقعد ديما في حالة يقضى لكن شو مقاربات المعركة مع الطبيعة وقت تتتعارك مع الطبيعة يجب مقاربة شاملة مش مش تتتعارك البحر يقدم ونتي تحط الرمل البحر يقدم ونتي تحط الرمل انت عندك مقاربة يجب يكون فيها مقاومة التلوث يكون فيها مقاومة البناء جزء مع العشوائي يجب مقاربة كاملة اقتصاد كامل يجب يكون متأقل مع هذا احنا احنا وين من هذا الكل وحقيقة نفهم تونس نقص مقاربة جديدة للتعامل مع الوضع لكن اليس نشوف في الاسقطات أو التوقعات مثلا في الخريطة الوقت النشغ منطقة رواد قلعة لندوس عوجة أوتيك نشوف البحر يربح تيران على حساب المناطق ذيك نحكي على البد فاليد مجرد تقريبا وينفهم مناطق انتاج في لاحم مهمة بجودة تقريبا امتازة جدا كذلك مناطق سياحية ومناطق كذلك تعتبر أفان بوس لتونس العاصمة ومناطق الحاضرة الكبيرة وتحمي في تونس جزر القرق للأسف لأنها نصي المنطقة لكن نشوفه في الجزيرة تختفي تدريجين تختفي تدريجين مش في شقعة حاجة كبيرة مستقبلا من الجزيرة تقريبا حتى التو من 2050 مش نخسره ثمن مساحة الأرخبيل كل 800 متر تقريبا متر بشرقة تحت البحر هذا كلفة الاقتصادية لهذا الكل ما هي المقاربية وما هي التكنولوجيات الممكن أعطني أنت جزتما حمدي اليوم أنت يقاريك كليمتولوجي أنت يقاريك في مهد الفلاحة أنت هذا ستنبركور هذا حياتك اليومية أي أخي شنو المقارب شنو عمله شوف تطبيق الحدود الامكانية دولة تونسية لا تكفي يسيد ليس لازم دولة تونسية أعطيني في الإديال شنو لازم يتعبال فما مناطق لاسف الدولة تونسية بش تضحيبة مايش معنا بش تكون ضمن مناطق التدخل أو مناطق الحماية اللي بش تأخذها به فما التطبيق حتى اليس لحالة ما حمين المناطق ذيك معناها راهي وقتيا مش للأبد تحميد وقتيا في الدراسات بالأرقام المحينة واللي عنا فكل وقت نجموش نعتمد الدراسات في الوقت التويل بالتالي هنا معناه الاستباق اعتماد السيناريوات العلمية اعتماد معناه آخر تكنولوجيات اعتماد كذلك للأسف معناه ضعف الإمكانيات المالية بتخليه حاجز قدامنا اللي بش نكونوا فعليين بشكل أفضل بكثير من اللي نحن توق حمدي مثالش سكر عينيكو حلهم وهاتا نحط قدامك مثلا 720 مليار دولار دا كوردو اي شنو نجمونا عملوا به شنو اللي لازم يتعمل حمية المناطق اللي عندها تقريب أولوية اقتصادية وذات كثافة سكانية عالية وتلساز مونيتورينج لازمنا خارطة خارطة الآن متاع شنو العاجل هذا هو اي اوكي ومن بعد هذا تقريبا على مرحلة أولى مرحلة ثانية معناها البنية التحتية والمناطق الساكنية لو تأخذ بعيد الاعتبار المناطق ذيك مش تكون مضررة مستقبلا تحول الوجهة او الثقل الديمغرافي والساكني والمناطق ذيك إلى مناطق تكون أكثر أمانا لأنه تقريب موجازفة مش نخليه بنية التحتية واستثمارات ونصف حتى التشييدات مستقبلية نشوفه معناها في وطلة قاعدة تتشايد تواهم معناها وقامات سياحية وغيرهم معناها في مناطق مش تغمرها المياه مش تكون في خطر مستقبلا تجم تصمد لفترات معينة لكن توقع مش انت تبني وتخلي وتسمع بشيئ ذاك لاعقا مش تكون عندك المسؤولية لحماية تلك المناطق بالتالي معناها فما إعادة معناها تقريب تنظيم الأولويات للتدخل السريع والعاج هذا موجود لكن تنقص أمكانيات معناها المادية الكبيرة برشا ودولة في وضعنا نحن الاقتصادي ستسكر حاجز كبير نحكي تقريبا خمسة ألف مليار من نانيا لفين وخمسين هذا بش نضيفوها الليحة طويلة عريضة من المشاكل الاقتصادية الأخرى نحن في غناء عنها تقريب لكن تقريب فما التحالف ما بين المناخ تقريبا العوام المناخية التي تأثر علينا مع العوامل التي يحدث في العالم مع الوضع الداخلي كل 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 يصنع تقريب حاجة نقولوش تخوف لكن مقلقة هي مقلقة هذا ما فيه حتى أدنى شك أنه هي مقلقة لكن اليوم نحط رويحنا في بلاسة سلطات العمومية يجيني صندوق يجيني بنك دولي يقولي أعطيني مشاريعك شنو تعتبر المشاريع اللي تونس نجم تكون تقترح على المانحين الحمدي كما قلت لك تقريبا مليحة كاملت المناطق الكثيفة سكانية معينة معنى منطقة تبدأ كثيفة سكانية مخفضة والمعندي شامية اقتصادية الدولة مش تتواجه كثيرا معنى تعطيه لولوي الحمدي شنو ينجم يمول هذا البنك في علاقة بالموضوع الحال مشاريع التدخل لحمية المدن الساحلية على الأقل نتقدم مياه البحر فما خطط وفما مناطق مقدمتها تونس تقريبا ومعنى حتى فما توصيات يشار معنى لبعض العيوب معنى في سياسة تونسية تعمل على الموضوع طريقة طرح الأولويات تقريبا بالنسبة لي معنى لا تخضع لمنطق المفروض لازم يكون عليه الأمر هذا تقريبا النقطة السلبية الكبيرة هو يقول كيف نمشي معاك أنت يكون مقنعة بالنسبة لي في الوبرتونيتي معنى يعطيني وريني أنك أنت عامل مونيتورينغ صحيح في المقاربة الشاملة ما بين فلاح أمن غذائي أمن زراعي في نفس الوقت تجي تقول لي بدل الخارطة متاعك على خاطر فهما تغيرات مناخية وفهما شحمائي دونك بدل الفلاح متاعك دونك شفت كيف بدل الفلاح السياحة متاعك لازم تكون إيكوفرندلي في نفس الوقت ينزم القوانين والتشريعات والفلوث موجودة وفي نفس الوقت ينزم السياسات العمومية هذا الكل مش أمبيسيو ياسر مش متفائل ياسر ما رأيك هو نظريا خطط بطبيعة هذه الحلول الأبتمام نحب أن نصلوله لكن على الطريق ما نحن يوصلنا للخطط اللي نقول نحن لديها لذلك كله يمر بعديد من المطبات الإدارية المطبات في التخطيط على مستوى رؤية استراتيجية وسياسية واضحة هذا كله ممكن يعطل بش نصل النقاط توجه للنقاط لسميتها الكل هذا هدف هذا هدف مش نصل نحن بش نقل مثلا الثقل الفلاحي مثلا من الوطن القبلي في زراعة القوارس وزراعة بعض المنتجات الأخرى للشمال الغربي هذا تقريب خطة حطة الدولة لكن على أرض الواقع اللي فهمها صد كبير صد كبير معناه من ناس المستثمرة في الوطن القبلي في مجال القوارس عادي طبعا مش يخصر مصلاح من ناس مش مش المنطقة أخرى خطر هذا يجب يرافق خطاب سياسي فسر خطر هذا يجب يرافق سياسات عمومية اللي زادة كذلك تعوض على الزراعات لخر يجب خدمة كبيرة هذا اللي وصلنا للكلمة اللي نحب نعكي المرونة المناخية المرونة على مستوى السياسات المرونة على مستوى الاتصال المرونة المناخية كيف نحضر الناس اللي قاعد يصير مجرد سيناريوات كارثية وهوليودية لا لأسف نحن هذا قاعد شي يصير كيفاش نحضر ويحنا بش نتفعل معه بقل خسائر ممكن شنو تفسيرك حمدي حشاد لعدم وجود وعي كافي في البلاد التونسية بالمساء المناخية شنو تفسيرك بسبب بخذ بسيط ما خدمناش عليه بسبب بسيط كانت حاجة مثلا نظم الخيالة العلمية كانت من إطار نخبوي ما كانش إطار معناها حديث الناس حديث العامة تقريبا هذا التقصير اللي ممكن الدولة ما خدمتش عليه هذه النقطة هذه معناها نقطة ضعف السياسة ككل السياسة الاتصالية في الموضوع هذا ما زلنا نتعامل مع هذا قضاء وقدر هذا صحيح قضاء وقدر لكن ما زلنا نجمو ناخده رد فعل نجمو نتصرف مع الموضوع ونجمو ناخده سياسات على أقل جنبنا الخسال الكبيرة نتوجه من خلال معناها كيف نتعامل مع الموضوع بطريقة عقلانية نعرف أنك أنت تخدم كذلك على فكرة الاتصال أي سديخويا لبيب أي ويوم بعد معنا هاو سؤالي اليوم تجديد سياسات الاتصال وتشبيبها أي كيف نعمل الدنيا تبدلت معناها اليوم هل تعتبر أنه قايمين بدورنا بما فيه الكفاية لترسيخ التفكير العام والمفتوح حول تغيرات المناخية عقليا فما صحوة قد نلاحظ في صحفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل الشبابيا فما صحوة كبيرة فما أدراك فما مزيد من الانتباه الناس والتي تسأل شو فما عليش علي وصلنا مستوى هذا وكيف كيف نتوجه كيف نتوجه وكيف تعتبر فما صحوة فما صحوة بسبب بسيطة عملية قطع المياه عملية في رمضان بعدها بفترة نشوف الريزرفوار على الماء الكبار والناس ممكن فما كيف تستحفظ على الماء تسرب الخطاب النخبوي تسرب للناس الكل والناس خطاب العكس الشعبي وهذا المطلوب لخطاب التوعية والمرونة المناخية تكون خطاب شعبي ما تكون نخبوي بالأساس قاعدين نشوف فيها تقريبا في المستسلات في الكلام في النقاشات والناس تحتمو مصطلحات علمية في تفسير الظاهرة على مؤسس والتقزوص قاعدين في قاوة عادية وفي المنضوع هذا خلينا نقول نجاح شح المائي هذا قاعد يتحكي فيه مبينا لا يربطوا فيه بسبب علمية صحيح وكل شيء بذن الله لكن ما نربطوه وكيف تلوج على الحلول وكيف تلوج على الحلول لي فهم حلول صحيح مشكلة صحيح معناها في حجم كارثة لكن زاد على راوف فما بارش حلول حلول يجاوز من صلب البحث العلمي والتقني لذلك ما كان فما حاجة يجمن على الإنسان وتجاوز المرحلة والكوارث الطبيعية والمناخية راي أكيد بش تكون نتاج البحث العلمي تطبيق على أرض الواقع هذا يحين على مخابر البحث في تونس لكن يحين على الفلوس الفلوس تونس قادرة أنها تلقى تمويلات اليوم فما تمويلات ما تروحها في العالم على خاطر العالم يعرف زادة كذلك اللي هو زادة اللي وهنا جاءت فكرة عدم التكافأ احنا ما ما لوثناش كما لوثت الولايات المتحدة واحنا ما لوثناش كما لوثت الصين وهنا فما الفكرة أنه نلقوا نيو ديل في علاقة بالتمويل باش نلقوا التمويلات اللازمة لمكافحة تداعيات التغييرات المناخية خليكونا ديبلومانسية مناخية ناجعة من ناس مؤهلين يلزمنا ديبلومانسية مناخية اي اكيد لازمنا ديبلومانسية مناخية مناشنا الولايجيبين في العالم فما ديزيكول في الموضوع هذا وليزم تكون ناس مؤهلة وعندها تقريب خلفية في الحوار في النقاش في المفاوضات المناخية وناس قارية تقنيات المفاوضات مش معنا التقنيات تتقرأ في جمع بارك ليلة ناس معنا بركور اكاديمية يخل بالتعب اي مشي جبن الاعتمادات طبعا هذه المفاوضات تصير على مستوى في محافلة الدولية محافلة الأممية نحن ما زلنا واخذين الحكاية كأنها نشاطات للمجتمع المدني لأسف مع احترام المجتمع المدني لكن ليست هكذا الأمور تدار كيف تدار ما زلنا دوكت اليوم قاعدة تقول لي في الخارجية اليوم في الخارجية التونسية مفروض في مدينة رئيسة الجمهورية دي بارت مون كامل اسمه الدبلوماسية المناخية الناس كوانهم تكون عندهم خلفية دبلوماسية الناس خلفية في تقنية التواصل والحوار والنقاش والمفاوضات هم تفرطهم في العالم الكل في المحافل الدولي الكل هدفهم يجيبون نتائج وهذا ليس نحن بركنا ونعملوه لا لا هذا معنى فهم دول معنى تشتغل على الأمر هذا معنى فهم الدول الفريقية يمشي ويجيبون نباينة من الفلوس اللي تنجم من خلال علاقاتهم من خلال معنى العلاقات العامة من خلال حضور وكل مجالات معنى تقريبا نظم كل لازم تسخرهم معنى بش يكونوا عندهم عائد معنى على العمل يقوموا به طبعا هذا نحن ما زلنا نقول لك نتعاملو به من قول شوية احترام فما ناس خاتت تخدم على الموضوع اما مازلت برشا قدامنا خدمة مش نصل المستوى الاحترافي في الموضوع هذا رايفلوس هذه التجم تتعطيها هيبات مش قروضات ولكن ويني انت شطرتنا في الموضوع هذا ويني الهي معنى الماكينة متاعنا الماكينة الديبلوماسي المناخي التونسي ويني مهم ياسر في علاقة بالتعامل مع محافة الدولية وغيره المتوسط المتوسط لمودال ايش يقوله مرة اخرى الحمد ونختم بذلك تقريبا على عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين المتوسط اللي هو لحقيقة في العالم مكان مهم جدا 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 المتوسط هذي شنو مستقبله مستقبله أكيد مش مش يكون في الشكل نحن في كده طوام مش يكون سودوي جدا زاد لا تتكون فما تدعيات على قل منطقتنا أقل من مناطق أخرى معنى التدعيات شتكون لكن على قل حجم التدعيات هذيك عندها جانب الخسارة والخسارة التوجع في الحالات الكل فما معنى مناطق برشا من تونس معنى كارثة معنى تقريب برشلون أطلقت معنى خلال أزمة اللي معنى مش تواجهة جفاف في الفصل الصيف حتى الماء معنى فما معنى تخوخ راكي اليونان كي تركيا معنى السكندرية في مصر معنى 4 مليون ساكن تقريب ولا أكثر شوية معنى رايا مهدن بحر قاعد يقدم معنى شوفنا معنى تقريبا 4 مليون ولا أكثر من 4 مليون ساكن حاضرة مهدى بالغرق اليوم التوصية الأساسية هذا فهمتنا الخطر الأساسي ونحكي على المتواصل نجمو نحكي على المخزون ونجمو نحكي على برش حاجات أخرى لكن اليوم كتوصيات حاشات خلي نوفي بها للأسبوع اللي يسمع فيك مسؤول اشتقل تقريبا في مقاربة شاملة شوف هذا كله معناها التدخل وسائل التدخل لازم مع اعتمادات مالية وتطبيق معناها الأبحاث العلمية والتقنية لكن هذا كله ما يصير كما عندكش ماكينة دبلوماسية مناخية توجهوا لعيشكم خموا فيها لا يوجد فكرة لا يوجد طرف لا يوجد حاجة متاع غدوة خطر غدوة ما تتحركش تكون خسارتك أكثر بش تزيدك مشاكل على المشاكل اللي عندك لازمنا نتحركوا لتأسيس الجسم يكون صلب رئيس الجمهورية وصب وزارة الخارجية لكن ما نتعملوش مع الأمر بطريقة ويت كما قادرين تصرفوا شكرا لك حمدي حشيد برك الله وفيك ترجمة نانسي قنقر